بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة التعليمية الجديدة لتعليم الترجمة جمل كثيرة اخترناها من الكتب الدراسية التي يدرسها الطلاب في المدارس وفي الجامعات ومما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة وسنركز في هذه السلسلة إن شاء الله على فنيات أو فن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس أي أننا سنتكلم عن قواعد الترجمة وأيضا سنركز على بناء الجملة واختيار الكلمات الصحيحة والدقيقة وهنبدأ بأول جملة معانا النهاردة والجملة بتقول الجملة هنا في زمن المضارع التام اللي بتعبر عن حقيقة تم ثبوتها كلمة birth place اللي هي مهد أما كلمة rich فليس من الضروري إن إحنا نترجمها ثاري أو غني ولكن هنا الكلمة جاي مع كلمة history فممكن نترجمها بالحافل أو العريق زمن المضارع التام هنترجمه هنا بلا قد أقول لقد عرفت مصر دائما باسم مهد الحضارة بسبب تاريخها الطويل والحافل نخلي بالنا إن هنا الصفات long and rich يعني فيه فاصل اللي هو حرف العطف الواو فبنترجمها بالطويل والحافل طبعا كلمة donations اللي هي التبرعات كلمة institution يعني مؤسسة ultimate يعني أفضل هنا مرادف لكلمة best example أما كلمة common فمعناها مشترك مستشفى 57-57 والتي تم بناؤها بالكامل من خلال التبرعات مؤسسة رعاية صحية فريدة من نوعها وأفضل مثال لما يمكن تحقيقه عندما يعمل الناس معا لتحقيق هدف مشترك الجملة الثالثة اللي هنأخدها النهاردة As far as I'm concerned Charities are more significant than ever as we have more and more problems with diseases, epidemics, floods, droughts and food shortages Charities اللي هي الجمعيات الخيرية significant يعني بارز وكلمة epidemics اللي هي الأوبئة floods طبعا يعني الفيضانات droughts الجفاف food shortage اللي هو نقص الطعام أو نقص الغذاء بالنسبة لي فإن الجمعيات الخيرية طبعا أنا ممكن أضيف إن إن عشان تأكيد الجملة وطبعا إن ديت ما بتظهرش في اللغة الإنجليزية لكنها موجودة في اللغة العربية فإن الجمعيات الخيرية أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث نعاني من المزيد والمزيد من المشاكل بسبب الأمراض طبعا أنا أضفت كلمة بسبب هنا يعني مفهومة من السياق بسبب الأمراض والأوبئة والفيضانات والجفاف ونقص الغذاء cooperation is a process by which the individuals or groups combine their efforts in a more organized way for the attainment of a common objective طبعا cooperation اللي هو التعاو where individuals يعني الأفراد objective يعني هدف وطبعا خدنا كلمة common قبل كده يعني مشترك فcommon objective يعني هدف مشترك الجملة هنا بتعتمد على verb to be لو is وطبعا verb to be في المضارع باته يتم التخلص منه بطرق عديدة ممكن أنا أسقطه تماما من الترجمة وممكن أنا أجيب ضمير يعني ما أقول مثلا التعاون هو أو ممكن طبعا أحط أداة التأكيد إن التعاون هو وممكن أنا أتخلص من verb to be بتحويله إلى فعل آخر في اللغة العربية زي يعد أو يعتبر أو يمثل أو يشكل يعني ممكن أقول يعتبر التعاون طيب حنترجم الجملة إزاي أو التعاون هو العملية التي يجمع الأفراد أو المجموعات بها بها جهودهم بطريقة أكثر تنظيما لتحقيق هدف مشترك جملة أخرى يحيى حقي who was born into a middle class family was awarded the recognition award in 1967 طبعا middle class اللي بيسموها الطبقة المتوسطة وrecognition award اللي هي جائزة التميز لو بصينا الجملة ده هيت هنلاقيها طبعا بتعتمد على هي جملة في زمن الماضي البسيط وطبعا أنا وأنا بترجم لازم أخد بالي من زمن الجملة بحيث أن أنا أحطه في زمن وساوي له في اللغة العربية فوز awarded اللي هي يعني منحة وممكن أنا ترجمها مبني للمعلوم بالعربة أقول حاصل أو خلاص على جائزة عند الجزء الاعتراضي اللي هو who was born into a middle class family ده بنسميه relative close اللي هو non defining يعني بيدي معلومة إضافية عن الفاعل بتاع الجملة اللي هو يحيي حقي يبقى الحاصل يحيي حقي الذي ولد في عائلة من الطبقة المتوسطة ده طبعا الجزء الاعتراضي للجملة الاعتراضية على جائزة التمييز عام 1967 سبعة وستين الجملة طبعا طويلة نسبياً ممكن لما ترجم الجملة أعمل لها مسودة أجزاء لأجزاء وبعدين أبدأ يعني أنقل الترجمة دي مرة أخرى بعد التعديلات اللي أنا ممكن أعمل الفعل الأساسي عندي اللي هو complain وده في زمن المدارع البسيط عشان تمشي الجملة معايا سالسة وسهلة هبدأ الجملة بالفعل اللي هو يشكو يشكو معظم الناس من أن الحياة طبعا يشكو من عندي في اللغة العربية لكن في اللغة الإنجليزية مش جايف في preposition يشكو معظم الناس من أن الحياة لا تعطيهم أو لا تمنحهم ما يريدونه أو ما يريدون وعندما تسألهم ما الذي يريدونه يقدمون لك إجابة غامضة طبعا كلمة فيج يعني غامض كلمة ستير يعني يحدق أو يحدقون بنظرة تخلو من التعبير في الفراغ كلمة بلانكلي يعني خالي من التعبير being a court while taking shots of the military base the spy faced the penalty of life imprisonment عادة الجملة في اللغة الإنجليزية بتميل إلى ابقاء التشويق لآخر الجملة يعني بتديك المعلومة المهمة في نهاية الجملة وده عكس اللغة العربية ناخد بالي أن being a court الجملة في الإنجليزية هنا بدأ بbeing وتصريف ثالث يعني مبني للمجهود يعني حد نقبض عليه طيب أعرف الحد ده إزاي بيجي في الجزء الثاني من الجملة اللي هو the spy يعني الجاسوس طبعا في اللغة العربية مش حقدر أني نترجمها بنفس التركيب لكن هقول عندما تم القبض على الجاسوس وهو يلتقد الصور للقاعدة العسكرية طبعا military base يعني قاعدة عسكرية واجه عقوبة السجن مدى الحياة اللي هي life imprisonment جملة أخرى don't hesitate to donate your blood as a drop of blood can save one's life يعني لا تتردد طبعا الجملة هنا بنسميها جملة نهي في اللغة العربية بتنفى بدونت لا تتردد في التبرع بدمك لأن قطر الدم يمكن أن تنقذ حياة إنسان طبعا كلمة one هنا ضمير بيشير إلى الإنسان نيجي الجملة أخرى reading literature improves our education by introducing us to reach new language and vocabulary طبعا عندي الفعل اللي هو improves كممكن أنا أبدأ بي وأقول تحسن قراءة الأدب تعليمنا وممكن أقول أترجمها جملة اسمية أقول إن قراءة الأدب تعمل على تحسين تعليمنا من خلال تقديمنا لintroducing تقديمنا إلى أو تعريفنا بي كلا هما جائزين أنا أستخدموا لغة ومفردات ثرية جديدة novels help us to explore unusual situations thus widening our horizons and teaching us new tools to handle tough problems عندي الفعل اللي هو help لو يساعد زمن مضرع بسيط هبدأ بي القملة بتاعتي طبعا عندي الكلمات الصعبة اللي هي explore يعني يستكشف و widen our horizons اللي يتوسع الآفاق و handle يعني يتعامل مع هقول تساعدنا الروايات على استكشاف مواقف غير عادية طبعا unusual دي صفة لما أجي أترجم بجيب الأول الاسم اللي هو situations وبعدين الصفة بعده لإن طبعا الصفة في اللغة العربية عكس ما كانها عكس ما كانها في اللغة الإنجليزية و من ثم توسع آفاقنا وتعلمنا أدوات جديدة برضو نفس الكلام هاي الكلام هنقوله على أدوات جديدة بابدأ بكلمة tools اللي هي أدوات في العربي أدوات وبعدين أجيب كلمة الصفة اللي هي new للتعامل مع المشاكل الصعبة برضو هنا كلمة الصعبة اللي هي tough في الإنجليزي بقول tough problems لكن في اللغة العربية بابدأ بكلمة المشاكل وبعدين أقول الصفة اللي هي كلمة tough يعني الصعبة Egypt has achieved great progress in various fields of industry, education and modern technology طبعا has achieved اللي هو مدرع تام هترجمه في اللغة العربية بلقد لقد حققت مصر تقدما كبيرا أو تقدما عظيما برضو هنا كلمة progress يعني تقدم وعند great الصفة هجيبها بعد المنصوف طبعا في اللغة العربية أقول تقدما عظيم في مجالات مختلفة مثل الصناعة والتعليم والتكنولوجيا الحديث جملة أخرى A wise educational policy directs education towards fulfilling the needs of society الفعل هنا اللي هو directs يعني يوجه ده في زمن المدرع البسيط هترجمه برضو مدرع باللغة العربية اللي هي توجه وعندي wise دي صفة لكلمة educational لكلمة policy برضو يعني كلمة policy أبلها صفتين اتنين اللي هي educational wise همشي اللي هي الترجمة من من الاسم وبعدين اتحرك ناحية educational وبعدين كلمة wise يعني عكس ترتيب الجملة الإنجليزية هقول توجه السياسة التعليمية الرشيدة التعليم نحو طبعا fulfilling اللي هي نسميها تلبية أو إشباع الاحتياجات نحو تلبية أو إشباع احتياجات المجتمع طبعا عندي هنا the needs of society اللي احنا بنسميها باللغة العربية مضاف ومضاف إلي احتياجات المجتمع وإلى اللقاء في فيديو آخر لتعليم التعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر